هذه صور مباشرة من منزل الأسير خضر عدنان لمواساة زوجة الشيخ الشهيد خضر عدنان في هذه اللحظات حقيقة الخبر صدمة للكل الفلسطيني من كان يتخيل أن الشهيد خضر عدنان على مذبح هذه الحرية في معركة الأمعاء الخاوية ونحن بالأمس قد شاهدناه في المسيرات الواحدة والأخرى من نابلس إلى جنين إلى تول كرن إلى الخليل إلى بيت لحم الذي كان يتكبد عناء الصفر إلى مناطق أخرى لمناصرة الأسرى الفلسطينيين اليوم لا نتحدث حقيقة عن قيادة في حركة الجهاد الإسلامي بقدر ما نتحدث عن هوية فلسطينية أصيلة تشعر وتمارس هذا الشعور بالفعل لإسناد الحركة الأسيرة والأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم لربما تفتقد الحركة الأسيرة لشيء كبير العائلة قالت أنها ستخرج تمام الساعة العاشرة بمؤتمر صحفي من هنا من داخل المنزل وفي هذه اللحظات تصل المسيرة إلى محيط منزل الشيخ خضر عدنان في هذه الأثناء بالفعل تصل مسيرة شبابية واستصيحات غاضبة ورفع صور للشهيد خضر عدنان إلى هنا إلى محيط منزله ببلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية سلسلة من القرارات وردود الفعل التي صدرت خلال الساعة الماضية تتعلق بأن بإذانة واعتبار أن ما حدث هو جريمة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني قال بأن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي والقضاء الإسرائيلي مارسوا جريمة اغتيال بحق الشيخ خضر عدنان وكذلك الآن هذه المسيرة صيحاتها أعلى من صوت البكاء هنا في منزل الشيخ خضر عدنان أبو عبد الرحمن يرتقي شهيدا على مذبح الحرية بالتأكيد هذه الصور التي نرصدها من داخل منزل العائلة ببلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين وتتوجه المسيرة بعد أن اشتازت محيط المنزل إلى ديوان العائلة على ما يبدو الملاسق إلى منزل الشيخ خضر عدنان هنا ببلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين إذن هذه صورة الوضع التي ننقلها من هنا من داخل المنزل لربما ونعطي حيزا أكبر للعائلة نعم سيما في ظل هذا المشهد ونحاول الانتقال إلى خارج المنزل حقيقة لمعاينة صور انطلاق المسيرة التي خرجت في هذه اللحظات في منزل العائلة العائلة أكدت على إجرائها لمؤتمر صحفي تمام الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم هنا ببلدة عرابة إلى الجنوب من مدينة جنين هذا هو منزل العائلة في هذا المنزل المكون من طابقين تعيش عائلة الشيخ خضر عدنان وأطفاله التسعة الذين اليوم يعيشون الصدمة